اختفاء مولة الباليزة وتطورات جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي الكرام داخل الوطن وخارج الوطن كل شيء يمتبع القضية لهذه المولة الباليزة القضية اللي دارت ضجة كبيرة بعد اختفاء المسنة ومعيشة رحمة الله تعالى عليها هذه السيدة هذه اللي تختافت مطلقة لها لأثر للتشهاجة هذه الإشاعات كتقول بأنها يعني داروا بها الشعودة وطيروا لها يديها وجبدوا بها الكنز الشيء اللي خلى السلطات تدخل يعني في البلاثة وتأكد من هذا الأمر بحيث كل مرة كتخرج عليها إشاعات ولو يعني كيبحتوا في هذه الإشاعات واش بالصح ولا لا في التالي بدون جدوى اللي كنا هضرنا على العظام السابقا اللي يلقاوها فهي ما كترجعش لها كترجع إلى واحد الجدة اللي هي أخرى وهناك يعني دليل قاطع بأن هذه السيدة هذه أرىها مخبية غافة دك النواحي الشيء اللي خلى السلطات تحرك دغية هنا يا وما يقفوش حد اللي هنا داروا تمشيط كما قلت لكم في الأول يعني بحثوا في هذا الأمر مزيئا كيفاش تختفت هذه الجدة هذه كيفاش مبقى لاش تشيلاتر متتبعين الكرام كيف يبحثوا وكيف يسولوا كذلك السلطات كل شيء يبحث على هذه السيدة هذه فين اختفت؟ ها هي مولة الباليزة ايه رام قبط عليها الابن تاعة كذلك تقبط عليه ولكن فين داروا هذه الجدة؟ واش هو مانيت بالصحي اللي خفاو هذه الجدة؟ ولا هناك عصابة داخل فيها مولة الباليزة والابن تاعة اللي تهو تورط والضحية اللي هزتها وكذلك الباليزة وشوما كاملين مشاركين مع واحدة الإصابة اللي هي كبيرة ولما قدوش يجروا الاسم ديالها تقد يمكن يعني يخافوا من الإصابة يعني إصابات قد تكون عندها يعني شيء حاجة اللي تقدس فيها لهم براسهم حيث يلا مشوش يبدو أسماءهم يرا مشو فيها لا تشيع لاش مولة الباليزة تقد تكون ساكتة او مولة الباليزة هي مولة الفعلة هي رئيسة الحربة وما بغتش تعطرف تدراسة بأنها بهلولية تدراسة بأنها يعني مشا لها العقل باش ما تقرش فين درس هذه الجدة السلطات مشا تقلبت الدار مزيان ما لقيت فيها تشي حاجة او تشي دليل ملموس بالنسبة للدار دين مولة الباليزة ولكن وفي أي واحدة تشي رأي قبل قبيل الباليزة تواجه بأن اللي كانت عندها اللي جارتها مولة الباليزة هي مولة الباليزة هي مولة الباليزة الملموس بان مولاد الباليزة هي اللي مرتكبه هذه الجريمة. كذلك ميرجعوا الكاميرا قبل ما تجر هي الباليزة تبين بان الابن ديالها كان غادي ملتمة. اذا هناك اذا هديك شي اللي حكى الابن فهو صحيح مئة في المئة. باش اللي حكى بلا ما نعودوه احنا يبقى ونعودوه كل فيديو بانه هو رات خلق تطمع الامتها وطفتها لبدالراء. وعيطات لو تم جاء عندها وداروه في واحد الخنشة للقنطار وداروه في واحد الباليزة وتمو خارجي. اذا اذا خرجت مولة الباليزة خرجت الميعيشة. خرجتها في ديق الباليزة. مش بلا ما واحد موقع يقول لكم ارى لوه القوة في الكابينة ما الكابينة او ما تدخل تتفرج فيه كتلقى بيه او كيهضر على فيديو اخر. اذا كنت مرحباين وش مما كيف باش تدراية في الكابينة باش عارف بنادم انسان باخيل. دراية في الكابينة شنو هتحفر الكابينة. لا تقطع طريفة صغر الدراية في الكابينة هذي ما يمكنش. هذي انبوسيبل اذا اديك هذرة خاوية بلا من. هذروا عليا اذا خرجتها في الباليزة. حد الان فهم القضية ولكن اين اختفت? هذا هو السؤال المطروح. اين اختفت? احنا قلت في نظري بان اتكون لحظة في الكابينة اللي يبعد عن المنزل ديال القديم اللي في الدوار اه بواحدة ربعين متر. انا ادى احتيم بحيط الجودة اختفت. بابي اللي لاوضحا. يعني ما كنجيبه اشي هذرة اللي 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 غير معقولة بحال في الكابينة او الا في كوكوت ولا اشي حاجة. احنا كنجيب واحدة لحظة اللي يقولون ربعيا ما ما هو اللي 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 لديها اختفت بواحدة صارئة. ربعيا ما يمكنش. اما تلاح لحظة الدينة او ام تصدف نس. ربعا وحدة في الجوش. دباية ايشعةك تقول بانه دار وفدك شتش عوض وجبدو به واحد الكنز. يعني هناك يعني اتقال بان تجبدو به واحد الكنز بان السيدة كانت ذهرية ما ذهرية. يعني واشهد شي يعني يخلي مولة الباليزة يعني هذا الفعل. فخصة واحد العقوبة. نحن نطالب بان دمولة البليزة يعني نزل عليها واحد العقوبة اللي هي سارمة. ما فيها شرعة كانت يعني غير واعية ولا كانت شاربة ولا شيء لا. يعني نزل عليها واحد المستارة دير واحد العقوبة على هذا الفعل ديالها. الفعل ديالها اللي هو يعني خطير. يعني فيه خطط فيه تدبير. فيه سارقة. فيه تحريض. يعني شوش حد يلا المساطة الجامعة. ما فيها شغل قد. فيها بززاف. يعني يتسي دي خصة تخد يعني العقب ديالها. ملخر. فبلا ما تتحاول تتطاول او تتحاول يعني تسايس ديال راسة يعني ماشي المدنيبة وانش. الادلة كاملة بتاع ديالها. مي جاتك للا ديال باليزة ديال المولة ديال المعيشة. يلا مي جاتك. كيف يعني اللي أنا عندي بحالة. لا هي. يعني بعد الشرطة العلمية خداو يعني بعد بعد الزغب ديال المعيشة كان وحلها في الروائد. يعني كان وحلها في الروائد. خداوه وداره في العينة لدينا تطابق مع مع معيشة. اذا ديك الباليزة ديال المعيشة اللي كتجارة. لقاوه الباليزة عندك. لقاوه في المنزل ديالك. ولكن ما لقاوه اجتمع يعني تلا لقاوشي اثر يعني. ما لقاوشي اثر ديال الدم ولا اشي حاجة. باش تعرفه اخوة تلك الجودة اللي تخرجت كيمة قتلكم او كيمة تعرف الابن دياله بان جيفة يعني بفولار. ابخي دارت فواحد واحدة واحدة ساك بلاستيك ديال الخنجة القنطار كما كتعرفوه. اه اللي شعورة بعد اسمي هذه الكبيرة ديال 100 كيلو. الدارت امياء وتخيطت اللغة اللي ما خلاش واحدة الاثار اللي على الباليزة. تلك انشي دربة صغيرة واش حاجة ما ما خلاش يعني اذك ساك بلاستيكي ما ما يخرجش الدم ولا شي حاجة يعني ما ما خلاش واحدة الاثار يعني واحدة ديبروف ما خلهمش في الباليز. يعني قاع ما خلهم هاد الشيء اللي اللي ولد الحرم منعوبي. وانا متأكد متأكد بان السيدة ما خرجت من ذيك الخنجة. اما تدفنت بذيك الخنجة. ولا اما تلاحد في البير بذيك الخنجة. تزادوا معها الحجر وتلاحد في ذيك الخنجة. ولا اما تلاحد في شي واد. يعني يعدو تروا ديبوان اللي خاص بنادم يعني يركز عليهم مئة في المئة. يعني ما ما عندش جودتا في انت بشي. نشي كي يقول لك في الطوالت ورش جودتا دخل في الطوالت. دخل الفيديو وقتلقك يهضر على موضوع اخرى. وانتك تهضر ستقول لك في الطوالت وانتك تهضر على موضوع اخر. كيف ترسيلها.